اليوم سبع رمضان فتحوا معنا التحديات الجديدة الخاصة بال اكس بي خلينا اول شي لكم عالتحديات هاي وحكي لكم عالتحديات تاني لحتنزل بعد 15 يوم انا نعيم من قناة نيمو مرحبا اصدقائي كيفكم ان شاء الله رمضان كريمة عليكم خلينا هلا مع بعض نحكي عن التحديات واشرح لكم ياهن تحدي تحدي لانهم بدهم شرح كتير ومعدين وبياخد وقت منك فازا انت اول مرة عند تشاهد الفيديو عالقناة ياريت تشترك وتفعيل زر الجرس وحط لايك لفيديو كتاب كومنت حلو وياريت تنشروا هذا المقطع بين كل اصدقائكم مشان يعرفوا التحديات بالضبط شو هي وكيف يلفل ويرفعوا ليفل بسرعة فعله مع بعض وشب شنن التحديات واشرح لكم ياهن واحدة واحدة متل مو ظهر امامكم اصدقائي هي الصورة هي الصورة للتحديات كلها تلي فتحت معنا اليوم متل مو شايفين كمان قائمة البتل با سيلي بفورتنايت جواتها بتفوت عالطرابيزة بتلاقي تحديات جديدة فتحت معنا لما فتحوا معنا هدول التحديات الجديدة طلع في موضوع انه مقسمين قسمين قسم هلا لح يفتح وناخد من وراهن عشر تحديات وكل تحدي مقسم على ثلاث اجزاء وكل ثلاث اجزاء بتخلصهم بتاخد خمسة وخمسين الف اكس بي تمام لحد الان هون مضائنا فهلا لحنا نفتح معنا هاي القائمة اللي ظهر امامكم بالصورة يلي هي ظهر امامكم عطرابيزة تبع قائمة البتلباس ولو انت مشيت عالبيزة التانية او عالصفحة التانية بتلاقي انه في تحديات لح تفتح كمان بعد 14 يوم هدول التحديات اللي يحفتح بعد 14 يوم ظهرين امامكم بالصورة معي تسريبون انا كامل فهدول ما لح اشرح لكم يا هون هلا قبل ما ينزل التحدي بيوم ان شاء الله قبل ما يفتحوا بيوم لح اشرح لكم يا هون مشان ما تفوتوا بالحيط ويسكون عليكم تحديات كتير باعتزع مقدمة طويلة بس لازم فهمكم الوضع كله مشان تكون انت عرفان شلون التحديات اللي أتصير فحلا اول شي خلينا نشرح التحدي الاول من التحديات اللي فتحت معنا اليوم اول تحدي معنا يا شباب انك انت بدك تقتل هانشمين او بلير عاديين لاعبين عاديين في منطقة بليزنت بارك منطقة بليزنت بارك اللي ظاهرة امامكم عن خريطة هو التحدي دلات اجزاء الجزء الاول من هذا التحدي انك انت بدك تقتل خمس اشخاص الجزء الثاني بدك تقتل عشر أشخاص الجزء الثالث انك انت بدك تقتل 100 شخص تمام لحد الآن لحتى تقدر تاخد 55000 XB يعني بدك تقتل 5 أشخاص بعدين تقتل 10 أشخاص بعدين تقتل 100 شخص بانطقة بليزنت بارك حتى تاخد 55000 XB هيك بنكون خلصنا التحدي الأول والتحدي الثاني يا شباب بدك تفتح Chaste باستخدام Locate by ID يعني سنديق هدول تبعات l-ID scanner هدون ما بيفتحوا غير عن طريق الوش تبع الهانشمن هدون لازم تفتحوا منه 3 سندية بمنطقة جروتو بعدين تفتحوا 5 سندية بمنطقة جروتو بعدين تفتحوا 10 سندية بمنطقة جروتو لحتى تقدر تاخد الـ XB تمام لحد الان بدك تفتح 3 بعدين 5 بعدين 10 عن طريق الـ chest اللي هو بالـ ID scanner اللي بيفتح على وجه الهانشمن لزاير امامكم بالصورة هيك انت بتكون خلصت التحدي الثاني يلي هنه 3 اجزاؤه تمام لحد الان ولتحدى التاليت هو ان يترمي الهانشمين من منطقة الياخت single عليك للمنطقة الياخت وترمي الهانشمين مني علي معنية و smUp سينترميه برات الياخت وتنظر ترميه اول المجد天 التي ت tame 3 times والجزء الثاني منه مطلوب منك انك ترمي خمسة هانشمين والجزء الثالث تبعه مطلوب منك ترمي عشرة هانشمين لحتى تخلص التحدي الثالث كل ياده والتحدي الرابع يا شبابي اللي معنى اللي هو بدك تكسر الأقزام بمنطقتين هدول المنطقتين اللي زاهر أمامكم بالصورة منطقة القلعة ومنطقة حطام السيارات هدول المنطقتين فيهن أقزام بتلاقيهم بهديك المنطقة لو انت حابب بتشوف التحدي مفصل أكتر وأماكن الأقزام بتلاقي التحدي عندي بالقناة ومفصل ومو مفرد عن أماكن الأقزام وتكسيرهم واحد واحد لو انت ما بتعرف أماكنهم وين بالزبط وما حابب تدور عليهم كله عليك انك انت بهذا التحدي انك انت تقتل ثلاث أقزام بعدين يعني تكسر عفوا مو تقتل تكسر ثلاث أقزام بعدين تكسر سبع أقزام بعدين تكسر خمسة عشر قزم هذا التحدي مطلوب منك انك تكسر الأقزام بهدول المنطقتين اللي زاهر أمامكم بالصورة وأنا هلال حترككم مع فيديو صغير بورجيكم الأماكن لو انت حابب تخطي خطي بس أنا لحترككم مقطع صغير بورجيكم وين أماكن الأقزام وشلون بصير التكسير تبعه وتروح بتدور عليها أول شي مطلوب منك ثلاثة بعدين سبعة بعدين خمسة عشر والتحدي الخامس يا شباب اللي مطلوب منك انك انت تعمل دمج أو تلقي الضرر للناس الحقيقيين للأعداء أول شي مطلوب منك انك انت تعطي خمسمائة دمج بعدين مطلوب منك تعطي ألف وخمسمائة دمج بعدين مطلوب منك تعطي عشر تالاف دمج بمنطقة الأجنسية اللي هي بوسط الماب كلي عليك انك انت بتنزل بمنطقة الأجنسية اللي واضحة أمامك بالصورة اللي هي جزيرة بوسط الماب أول شي تجيب خمسمائة دمج أو ضرار بعدين تجيب ألف وخمسمائة ضرار بعدين تجيب عشر تالاف ضرار لحتى تخلص هذا التحدي أنا مشان وضح لكم وكون معكم هيك هي مشان انتو تعرفوا شو الموضوع لازم أول شي تعملوا انه انتو تساوي التحدي على أجزاء مو شرط تساوي كلاته بجيم واحد وتحرق حالك حرق وتعصب وهيك لا اعمله على قصة الجزء وانتو مرتاحه حفاظ المهم اللي بدك تعمله وعمله انتو عم تلعب مشان تقدر تخلصه أسهل واسلسلك مشان ما انتو تفوت بالحيط وتعصب وتحفظ التحدي بصم وتنزل تخلصه اعمله مثل ما عمقلك وان شاء الله بتخلص التحدي بكل سهولة والتحدي السادس يا شباب كلي عليك انك انتو تجمع الماتيريال اللي هي الحديد الماتس الميتال الحديد اول شي مطلوب منك انك انتو تجمع ميتان وخمسين بعدين تجمع سبعمية وخمسين بعدين تجمع الف وخمسمية بمنطقتين بمنطقة الهايدرا 16 اللي ظاهرة امامكم على الخريطة ومنطقة الكار اللي هي منطقة السيارات اللي ظاهرة امامكم كمام بالخريطة هدول المكانين اللي ظاهر امامكم بالخريطة اول شي مطلوب منك انتو تجمع ميتان وخمسين حديد من هاي المنطقة او من هاي المنطقة ومطلوب منك انتو تجمع سبعمية وخمسين حديد من هاي المنطقة او من هاي المنطقة ركزوا على كلمة أولى إنه في ناس عم تق لي إنه إنه تقول يابي هي seventeen ليا هون هون يعني حساب إن شو بدك والتحدي السبع يا شبابا لمعنى إلي هو بدك تفتح أمو بوكس بمنطقة لايزيليك مطلوب منك بهذا التحدي إنك إنت تفتح 5 أمو بوكس بعد من الجزء الثاني منه مطلوب منك تفتح 15 أمو بوكس والجزء الثالث من هذا التحدي مطلوب منك تفتح 30 أمو بوكس الز boa بوكس aloudaucoupة الجزيرة الأخضر كله عليك انك انت متماث لك تنزل لازي وبتفتحهم بالترتيب من 5 الى 15 الى 30 وبتخلص انت هيك التحدي السابق تحديات كله يات عليها 55000 xp والتحدي الثامن يا شباب اللي معنى اللي هو بدك تفتح شيست بمنطقة ريتالرو اول جزء من هذا التحدي الثامن مطلوب منك انك انت تفتح 5 شيست او 5 صندوق بمنطقة ريتالرو وتاني شي مطلوب منك انك انت تفتح 15 صندوق بمنطقة ريتالرو وتالت شي مطلوب منك انك انت تفتح 30 صندوق بمنطقة ريتالرو يعني هذا التحدي بتخلصه بريتال كله عليك انك انت بس تنزل بريتال وتضلع ان تفتح شيستات هيك لنصيروا 30 واحد مع نفسهم انزل بس بريتال وفتح شيست هيك انت تكون خلصت التحدي اللي جمعوا 30 بلوق انهن نجمعوا 30 وخلصت انت التحدي مشان يكون سهلة عليك مشان تفهم شو فكرتي وبساعدك اكتر لتساوي التحدي انا مو باش بشرح بساعدك كمان يعني والتحدي التاسع اللي هو اسأل تحدي معنا وكتير صعب وكتير بعجز هذا التحدي يا شباب مطلوب منك انك تمسك سمك بمنطقة سليربي سوام اللي ظهر عمامكم بالصورة هي منطقة سليربي بتعطيك سلير بالنهر تبعه وكلها اتنا بنعرفها اول جزء من هذا التحدي مطلوب منك انك انت تصيد خمس سمكات اس اوكي لحد الان الوضع تمام ودنيا حلوة الثاني جزء من هذا التحدي مطلوب منك تصيد خمسة وعشرين سمكة كمان تمام اوكي مطلوب عادي سهل كتير بس الثالث تبقى بقى مطلوب بتصيد مية سمكة بمنطقة سليربي سوام يعني او ماي جات على هذا التحدي شو صعب مية سمكة بدك تصيد بمنطقة سليربي وما بتدى تروح تصيد بغير منطقة فقط سليربي لحتى يحسبو لك هذا السمك بس صيد انت كلها عليك انك انت تنزل باين منطقة وتصيد هنا كلها بعضهم مافي يعني شي خمس بقع بيضاء يعني ما لح تقدر تجمع يا دوب عشرة ما بتدر تجمع عشرة بالجيم الواحد فهذا التحدي لح ياخد معنا وقت كتير بدك تضلع تصيد بمنطقة سليربي سوام لحتى تجمع المية سمكة لحتى تخلص التحدي التاسع والتحدي العاشر والاخير معنا بدك تنزل بمنطقة ديرتي دوكز يلي زاهرة امامك بالصورة هاي المنطقة بدك تنزل فيها وتضل فيها لحتى تصير توب عشرة كيف يعني لو انت عم تلعب سولو لازم تضل توب عشرة بعد ما تنزل بهاي المنطقة كلها عليك انك انت تنزل بديرتي وتضل توب عشرة ثلاث مرات يعني ثلاث اجيام مختلفة بعد منها تضل توب عشرة ست اجيام مختلفة وبعد منها لازم تضل توب عشرة من منطقة ديرتي اول ما تنزل من الباص لازم تنزل ع ديرتي لمدة عشر اجيام يعني المجموع كل ياتو لازم تضل ثلاث اجيام بعدين تضل ست اجيام بعدين تضل عشر اجيام توب عشرة بعد ما تنزل بمنطقة ديرتي دوكس يعني تنزل من الباص وتنزل ع ديرتي دوكس وبتحاول تضل لاخر شيء للتوب عشرة لحتى يحسبوه لها قادة التحدي كمان هذا التحدي سئيل مثل اللي قبله تبعث ليربي سوام فهيقل احنا بنكون شرحنا التحديات الجزء الاول او تحديات الاسبوع الادعش ما بعرف شو بنسميها بس هي التحديات الـ XB الجزء الاول من تحديات الـ XB بنكون خلصناهن هيك وان شاء الله مثل ما انتبلكم بالقائمة بالبطل بس لو انت فتت بتلاقي في تحديات كمان اللي هتفتح معك بعد فترة او بعد خمسة عشر يوم او عرب عشر يوم هدول هلأ بدك تستنى عرب عشر يوم لحتى يفتحوا حاول انت بالعرب عشر يوم تخلص هدول التحديات لانه لو كتر عليك هذا الاسبوع وهذا الاسبوع مستحيل تساوي التحديات او مستحيل تلحق تساوي التحديات لانه الاسبوع التاني لحيكون صعب كتير معاك وغير هيك تحدياته في منها صعبة مثل هدول التحديات تحديات صعبة جدا فانت لا تكتر على حالك التحديات حاول تخلص هذا الاسبوع بسرعة خمسة عشر يوم معاك لا تخلصهم ولو في اي شي كتب لي تحت بالكومنتات وانا بساعدك وانشور هذا المقطع بين كل اصدقائك اللي بيلعبوا فورتنايت مشان تساعدهم اكتر بشرح التحديات ويفهموا شو مبداع التحديات وتدعمني الي بالقناة لو انت حابب المحتوى وعاش بك المحتوى فلو انت اول مرة انتشاء الفيديو عالقناة ياريت تشترك وتفعيل زر الجرس وحط لات للفيديو كتاب كومنت حلو وكل الدعم بلايتم شوب نيمو تسعة يلي عم مزهر امامكم بالشاشة طول الوقت اتمنى تستخدموه بالدعم فشكرا لعياك وبرعاية الله اشتركوا في القناة